سيد رئيس الجمهورية ألسى يظل يوم الخامس والعشرين من يناير خالداً في ذاكرة المصريين يذكرنا ببطولات رجال الشرطة الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية 52 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات وهي الروح التي استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية فقدموا أرواحهم لتخليص الوطن من أفة الإرهاب وفتحوا بدمائهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب وهو ما طالب به المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير إنني إذ أهن كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة في ثورة الخامس والعشرين من يناير أدعو الجميع لاستنهاض الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر ده كلام السيد رئيس الجمهورية في يوم 25 يناير 2022 وده اللي أنا أتكلم عنه مع الدكتور مصطفى الفئي إذا كنت بتحتفل بعيد الشرطة فالاحتفال بعيد الشرطة واجب وضروري ومهم ومش معنى أنك بتحتفل بعيد الشرطة إنك ضد حد تاني ومش معنى أن أنت بتحتفل بـ 25 يناير إنك تبقى ضد الشرطة أو ضد عيد الشرطة تاريخ مهم في مصر كمجتمع كمجتمع كامل مش بس للناس الموجودة على الإنترنت مش بس للناس الموجودة على التويتر أو على الفيسبوك لا لكل المجتمع اللي إحنا عايشين فيه ترجمة نانسي قنقر